خلينا بس قبل ما نتكلم في القصة دي نتكلم عن سرعة انتشار المتحور الجديد المتحور سريع الانتشار زي النسخ اللي فاتت من اوميكرون ده حقيقي يعني هو كل اوميكرون كانت الانتشار بتاعها أسرع من النسخ اللي قبل كده نعم نفس الكلام برضو في اي جي احنا حاليا شايفينه في خلال شهر ونص بقى تقريبا بيمثل 17% 17% من كل الحالات ده يخليه المتحور رقم واحد خلاص فده سريع جدا انه في خلال شهر ليه علشان الناس فقدت الحذر عشان الناس ما بقيتش تتعامل على ان كورونا موجودة ولا علشان هو اشد شراسة واكتر قوة على التكيف على المضادات بقى اللي بتتاخد مش بتتكلم عن مضادات الحيوية بتتكلم عن مضادات او العلاجات يعني الوقائية ضد الفيروس ده سؤال كويس قوي هو انتشار ليه اسرع سبب ليه علاقة بالفيروس نفسه انه الفيروس بقى عنده قدرة اكتر على الانتقال وعلى ان هو يمسك في الخلايا الانسان اوميكرون في العموم سواء كان اكس بي بي او اي جي والحاجة التانية ليه علاقة بين احنا احنا ما بقاناش الى حد ما يعني خلاص بقى مجراش حاجة يعني نادرا لما حد لبس ماسك حتى لو في زحمة لو في مترو حتى في كل المواصلات العامة نادرا لما حد لبس ماسك فبالتالي السبب ده خلى برضو انه لما حد يكون عنده على فكرة مش بس كورونا يعني عنده ادينوفيروس عنده برد بقى البرد يبقى ينتشر في كل حتى احنا يعني عايزين نفسي بقى فيه عندنا الثقافة تاعة الصحة العامة اي فترة زي دخول المدارس دي فترة دايما فيها فيروسات دايما الناس محتاجة تلبس ماسك في العموم يعني اسية عندها الثقافة دي من عشرات السنين دايما مع دخول الشيط هتلاقي ان في ناس كتير بتلبس ماسك اي حد عنده اعراض ده بقى اهم حاجة طبعا البس ماسك عشان ما تعديش بقيت الناس ما ينفعش نرجع تاني نعطى صفرش بعض نقف بعضها يعني زي ما كان بيحصل قبل كوفيد طبعا مفروضي بس لوك نتغير شوية احنا تعلمنا درس السلام بالايدي نخسر ايدينا كويس الاحضان والبوس الملهاش لازمدية عندي برضي مش قد مسلم عن الناس يعني طبعا طبعا ما تواجدش في امكان مقفولة لحد بالما يعني ده عموما الاسباب لكن هل هو اقوى او اكثر شراسة لا الحمد لله يعني لانه جارة العادة ان لما بيحصل يعني التطور للسولاي لا بتكون اضعف هو عادة الفيروسات بتتحور لأكثر انتشارا ده في مطلق الفيروسات معادة ايبولة ده على جمع فمعظم الفيروسات بتعمل كده لانها عايزة تفضل موجودة لو بقت اكثر شراسة هتنتهي بسرعة يعني كل ما الفيروس يكون اكثر ضراوة فطرته في الانتشار والموت والوفيات والموجة بتاعته تخلص بسرعة لكن امتى ممكن يحصل انه يبقى اقل واكثر انتشارا ممكن تبقى في النسخة دي ممكن تبقى في النسخة اللي بعدها احنا حاليا النسخة اللي موجودة او اي جي او ايرس سوب فاريونت هو لسه بنفس الانتشار ونفس الشراسة بتاعت النسخة اللي قبلي بتاعت اكس بي بي ما بقاش اكثر ضعفا